الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين البيض الميامين وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وهو أول شافع وأول مشفع وهو أول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المشاهدون نغد أن نتكلم في هذه الحلقة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن عظمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بدايته حتى نهايته وكيف عصم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكيف دافع الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس اليوم وإن أتى من أتى من أجل أن يشوه السورة أو أن يسيئ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليعلم الجميع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ من رب العالمين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم له عناية خاصة وله وضع خاص ليس كمثل الناس صلى الله عليه وسلم وإن كان بشرا مثل سائر للبشر ولكن الأحداث التي جرت على النبي صلى الله عليه وسلم التي تدلنا على عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست متوفرة في أي إنسان على ظهر الأرض إلا في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد يصادف أن يكون فيك صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قد يصادف أن يكون فيك لمسة من لمسات محمد صلى الله عليه وسلم وأما الكمال الرباني وأما الكمال المحمدي الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون إلا في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر كيف أن الله تبارك وتعالى تولى نبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه منذ نعومة أظافره صلى الله عليه وسلم وله عناية من رب العالمين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت فيه أمه مات أبوه وهو ابن شهرين في بطن أمه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى الحياء وإنما مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه حامل في شهرين صلى الله عليه وسلم فيولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب ثم يأخذ حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تردعه فيبعد النبي عن أمه وعن حضن أمه صلى الله عليه وسلم ولم يعد نبينا إلى أمه إلا وهو ابن خمس سنين ويظل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه عاما واحدا وتأخذ أمه بيد النبي تأخذ بيد وليدها بيد طفلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب به إلى أخواله من بني النجار في يثرب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ معها أم أيمم وتسير ما يزيد عن أربعمائة كيلو مترات في صحراوات وفي طرق غير ممهدة يسير أم نبينا ومعها محمد صلى الله عليه وسلم ومعها أم أيمن حاضنة النبي فتذهب إلى يثرب من أجل أن تظور أخواله ثم تذهب فتظور قبر أبيه وتأتي إلى قبر أبيه فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا قبر أبيك ولأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أباه وإنما يرى قبر أبيه صلى الله عليه وسلم ثم تستأذن من أجل أن تعود إلى مكة إلى ديارها وعلى بعد مئة وخمسين كيلو مترات تأتيها ويأتيها وجعها وألمها ويتأتيها سكرات الموت وتموت أم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي طفلها محمد وهو ابن ست عوام لم تحتضنه أمه إلا عام واحد ومع ذلك يموت النبي صلى الله عليه وسلم تموت أمه بين يديه ولم يشبع من حضن أمه كباء الأطفال صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يربيه تربية خاصة ولا يتعلق قلب محمد إلا بالله أن يتعلق قلب النبي بأبيه أو أن يتعلق قلب النبي بأمه فهذا ما لا يريده الله جل قدرته وإنما يريد ربنا من نبينا أن لا يكون له تعلق بقلب إلا بربه سبحانه وتعالى فتموت أمه بين عينيه وتأتي أم أيمن والنبي يبكي فتقول أم أيمن للنبي وهو طفل صغير أعني على أن نحفر قبرا لأمك يا الله هذا طفل ابن ستة أعوام كيف يحفر بيدي قبر لأمه لأن أم أيمن وهي ضعيفة لا تستطيع أن تحفر قبر آمنة أم النبي وحدها فيعاونها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي تقول أم أيمن وأنا أدير وجه النبي حتى لا يرى أمه وهي مئيتة ثم يحمل النبي أمه مع أم أيمن ويضعها في قبرها ويحفو الطراب عليها وتأخذ أم أيمن بيد النبي تريد أن تذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنع وهو طفل صغير يبكي ويقول له أمي نأخذ أمي معنا نأخذ أمي معنا يريد أن يأخذ أمه معه فتأخذه صلى الله عليه وسلم وتذهب به إلى مكة فتذهب إلى جده فتطرق الباب فيخرج أبو طالب جد نبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي يا محمد أين أمك؟ فيبكي النبي ويقول له ماتت ماتت أمي ماتت أمي ماتت فيحتضنه جده أبو طالب ويقول له أنت ابني أنت ابني ويظل في كنفي وفي رعاية جده فيموت جد وهو ابن ثمانية أعوام حتى جده الذي احتضنه وقال له أنت ولدي يموت بعدا وعمره ثمانية أعوام فظل معهم نبي عمام صلى الله عليه وسلم ثم يحتضنه أبو طالب وأبو طالب كان فقيرا فيظل النبي مع أبو طالب حتى بلغ خمسة عشر عاما فيخرج فيتاجر صلى الله عليه وسلم ثم يتزوج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة ثم تأتيه الرسالة وهو ابن أربعين عاما وتأتي العظمة الإلهية الخير البرية صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس اليوم الذين غيروا سورة البروفيل عن نبيهم محمد لنبيهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يعلم الماكرون وحتى يعلم الحاقدون وحتى يعلم أتبع النبي المأموم صلى الله عليه وسلم كيف عانى نبينا صلى الله عليه وسلم وإني لأقولها صراحة إنهم يرسمون النبي صلى الله عليه وسلم اليوم برسومات لا طليقوا بسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم ووالله لو وجدوا مغمزاً أو وجدوا ملمزاً أو وجدوا عيباً في رسول الله لأباحوا لا أعلنوه ولكن ما وجدوا رسول الله فاتش وضقق وابحث فيه الأعداء قبل الأحباب ولم يجدوا في سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم لا في سيرته ولا في حياته لا في جميع حركاته ولا في سكناته لا في أقواله ولا في أفعاله لم يجدوا في النبي صلى الله عليه وسلم هفوةً واحدة العدو قبل الحبيب يشهد للحبيب صلى الله عليه وسلم بصدقه وبأمانته لم يؤثر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستطع القادحون ولم يستطع الماكرون ولم يستطع الحاقدون أن يجدوا في النبي المأمون مغمزاً أو ملمزاً أو عيباً واحداً على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانظر حتى تعلم كيف أتى إليك هذا الدين الذي تفرط فيه اليوم كيف تعب النبي وكيف عانى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا هذا الدين ولم يكلفنا شيء كيف عانى نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف صبر صلى الله عليه وسلم على الأذى الذي ناله وعلى الأذى الذي طاله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ثلاثة أعوام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم لا يستطيع النبي أن يخرج إلى قومه فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحه فيظل ثلاثة أعوام يدعو من توسم فيه الخير يدعوه إلى دين ربه فأخذ يدخل الناس شيئا فشيئا في دين الله جلت قدرته حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وجاء قومه وأعتى بقومه على رأسهم عمه أبو لهب وأبو جهل يأتي أيضا وتأتي قراش ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جمعهم يقول لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي لو أني أخبرتكم أن عدو قد أتى بخيله ورأ خلف هذا الجبل يريد أن ينهال عليكم أكنتم مصدقي فقالوا جميعا في صعيد واحد في كلمة واحدة ما عهدنا عليك كذبا قط يا محمد لم يعهدوا على رسول الله كذبا أبدا فقال إني رسول لكم داعيا لكم بينادي عذاب أليم إني مرسل إليكم من الله رب العالمين فقال له أبو طالب عمه تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا وانصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدئ ويأتي الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنذل سورة المسد تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطة في جيدها حبل من مسد وتأتي أم جميل إلى المسجد إلى البيت الحرام والنبي جالس في المسجد هناك فتقول أم جميل إلى أبي بكر الصديق وأبو بكر ينظر لما رآها أتت إليه غاضبة ومعها فهر حجر كبير تريد أن تضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أبو بكر للنبي يا رسول الله إن أم جميل قد أتت مغضبة تريدك يا رسول الله فقال لا عليك أبو بكر إن الله يأخذ بصرها عني فتأتي إلى أبي بكر وتقول له أين صاحبك إنه قد هجاني فيقول لها أبو بكر ورب البيت ما هجاك وأقسم لها برب البيت لأن محمدا ما هجاها وإنما الذي أنزل فيها القرآن هو الله وأما رسول الله فما هجاها فتقول أم جميل مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا مذمما أبينا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر انظر كيف أن الله تبارك وتعالى يدافع عني هي تذم مذمما وأنا لست بمذمم إنهم يذمون مذمما وأنا لست بمذمم وإنما أنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي تقول مذمما وأنا لست بمذمم بأبي وأمني هو صلى الله عليه وسلم كما جاء اليهود إلى النبي فقالوا أسام عليك يا محمد أي الموت السام أي الموت والهلاك فيقول فتقول عائشة لهم بل السام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير فقول النبي مهلا يا عائشة فتقول أما سمعت يا رسول الله ما يقولون يقول لا بلى سمعت وردت قالوا لي أسام عليكم فقلت لهم وعليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في صلى الله عليه وسلم انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وفي صبره وانظر كيف نال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يريدون الآن أن يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم دينه ينتشر بين الناس فيصيب الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبي بن خلف إلى عقب بن أبي معايد فيلقي عليه السلام فلا يرد عليه أي لا يرد أبي بن خلف على عقب بن أبي معايد قال لما لا ترد علي السلام قال بلغني أنك قد صابوت أي تبعت دين محمد قال أوقالت عني قريش ذلك قال نعم قال فما يرضيكم قال أبي بن خلف العقب بن أبي معايد أم تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح السباب يعني تشتم رسول الله وتسبه بأقبح سب يمكن أن يقوم فذهب عقب بن أبي معايد والنبي جالس في البيت الحرام مع قومه وبين أصحابه فذهب عقب بن أبي معايد فبسق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب النبي بأقبح السباب فما صنع النبي مسح النبي صلى الله عليه وسلم ويخنق به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كيف كان النبي صابراً محتسباً من أجل تبليغ هذا الدين يأتي عقب بن أبي معايد بردائه فيخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى تكاد أن تخرج روحاً نبي فيأتي أبو بكر إليه فيخلص رسول الله من هذا الفاجر الأسيم فتقوم قريش على أبي بكر فيضربونه حتى ظنوا وهو يقول لهم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله فيظل يضربون في أبي بكر حتى ظنوا أن أبا بكر قد مات ويحنل إلى أمه أي أبو بكر رضوان الله عليه فأما آفاق من إغماءته في هوي الليل أقربت إليه أمه طعاماً وشرباً قال والله لأذوق طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أطمئن على رسول الله فحمل إلى النبي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يصبه شيء صلى الله عليه وسلم فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأبي بكر انظر إليهم كيف كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال الأذى يضربون النبي طار ويسبونه طار ويرمونه بالكهانة طار ويرمونه بالشعر طار ويرمونه بالسحر طار ويسبونه في عرضه طار والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب وينال الأذى جسد النبي صلى الله عليه وسلم بل ينال الأذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله انظر إلى حرق ظهري ووالله يا رسول الله ما أطفأ الجمر المحمي في النار إلا الوضق أي الدهم الذي يسيل من ظهر يا رسول الله جاءوا بخباب صاحب سيد الأحباب لما آمن بالنبي وجاءوا بالجمر المحمي في النار وعروا ظهره رضوان الله عليه وجاءوا بالجمر المحمي في النار ووضعوه فوق ظهر خباب رضوان الله عليه فما أطفأ الجمر إلا الوضق أي الدهم الذي يسيل لما ساح لما سال ظهر خباب ما أطفأ الجمر المحمي في النار إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب فيقول للنبي يا رسول الله انظر إلى حرق ظهري والله ما أطفأ الجمر المحمي في النار وإن رائحة الشواء لتأملأ ما بين السماء والأرض إلا الدهن الذي يسيل من ظهر يا رسول الله فيقول النبي ويعتدل والله ليظهر من الله هذا الأمر يا خباب والله ليظهر من الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون فكأنه يقول له صبراً صبراً يا خباب كما قال لآل ياسر لما قمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يظل الأذى أطول أصحاب النبي ويطول الأذى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قومه وهم يرمونه بالسحر طارة وبالكهانة طارة فيريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الطائف لأن مكة بها الثمانية عشر ثمنتاشر قبيلة لم يؤمنوا برسول الله وآذوا رسول الله وطال الأذى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد النبي أن يذهب إلى الطائف من أجل أن يدعوهم إلى الله فيسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فيأتي إلى كبرائهم إلى عبد آل ييلة عبد آل ليلة وحبيب ومصعد فماذا يصنعهم؟ يقول أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم أما وجد الله غيرك فيرسله لنا احتقار احتقار يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الثاني فيقول له والله واللات والعزة لو وجدتك معلقا بأستار الكعبة ما اتبعتك؟ ويأتي إلى الثالث فيقول له إن كنت صادقا إن كنت نبيا حقا فأنت أتبر من أن ترسل إلينا وإن كنت كاذبا فنحننا نتبع أمثالك ولا يتبعه أحد فيقول لهم النبي إن كنتم لا تؤمنون به فاتركوا الناس وشأنهم ولا تتغلبوا على الناس ولا تكبروا الناس على الكفر فماذا صنع؟ أغروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أغروا به حرضوا عليه السفهاء والغلمان فأخرج السفهاء خرج الأطفال وخرج السفهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقذفونه يضربونه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه أحد إلا أحد أصحابه هو ذيد بن حارسة يقول ذيد فأخذت أميل على النبي وأحمي الرسول صلى الله عليه وسلم بثوبي لأنهم قد أغروا به سفهاءهم وغلمانهم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة والرسول صلى الله عليه وسلم يبكي ويسيل الدم من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير النبي والدم يسيل من قدمه فيروي رمال الصحراء التي ليست بعطشة لدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صابر محتسب لله حتى لما ذهب إلى الطائف أغروا به السفهاء وأغروا به الغلمان فضربوه صلى الله عليه وسلم فيعود النبي فيأتي كفار قريش فيجتمعون ماذا نصنع بمحمد فيكتبوا صحيفة جائرة آثمة على ألا يناكح محمد ولا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يآكلوهم ولا يتزوجوا منهم حتى أن أبو لهب كان قد تزوج ابناه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر ابناه أن يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم فردت إليه كأنه يقول للنبي نحن قد حاصرناك جعلوا حصار حاصروا النبي ومن آمن مع النبي في شعب أبي طالب وكتبوا صحيفة جائرة وعلقوها في أستار الكعبة لا يآكل محمد ولا يبايع آل محمد ولا يناكحوهم ولا يشتروا منهم ولا يدخل إليهم طعام حتى إنه لما كان يأتي في وفت الحج الناس بطعام كانوا يذهبون فيشترونه بأغلى الأثمام حتى لا يصل الطعام إلى النبي ولا إلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا ورق الشجر حتى إن جابرا يوما يبول فيجد لصوت بوله صوتا مختلفا فيبحث عما قد بال عليه فإذا هو جلد قد مأ لجيفة الله يعلم متى ماتت فيأخذ هذا الجل فيجففه في حرارة الشمس ثم يصحنه ويأكله من شدة الجوع حتى إن الرجل كان يوبه بأكمله ربما لا يجد طمرة واحدة يأكلها في يومه أجمع فكان يأخذ النواه فيمصها فإذا منتهى منها يعطيها لأخيه فيمص النواه لأنهم لا يجدون إلا ورق الشجر فيأكلون يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب حتى يأتي النبي إلى أبي طالب فيقول له إن الله قد أخبرني أن الأردى قد أكلت تلك الصحيفة التي تعاهدوا عليها وكتبوها وعلقوها في أستار الكعبة إلا قولهم باسمك اللهم فيذهب أبو طالب عم النبي وما آمن بالنبي ولكن كان يدافع عنه فهو ابن أخيه وكان يحبه فذهب إلى قفار قريش قال لهم إن ابن أخي قد زعم أن الأردى أي الدودة قد أكلت الصحيفة التي كتبتموها وعلقتموها في أستار الكعبة إلا قولكم باسمك اللهم فإن كان صادقا فخلوا سبيله فذهبوا فإذا بالأردى قد أكلت الصحيفة كما أخبرهم النبي فأطلقوا صراحة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي العام العاشر فيمرض أبو طالب الذي كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمي النبي هذا العام بعام الحزن يمرض أبو طالب فيذهب إليه النبي مسرعا وهو يعالج سكرات الموت يقول له يا عماء كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وعند رأسك أبو جهد يقول له أتترك دينك ودين أجدادك بل على ملة عبد المطالب فينظر أبو طالب إلى النبي فيقول يا عماء قل كلمة واحدة لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وينظر إلى أبو جهد فيقول بل على ملة عبد المطالب فقال أبو طالب وهو ينظر إلى أبو جهد بل على ملة عبد المطالب وغمض عينيه ومات فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على موت عمه فأخذ يدعو له ربه حتى نهاه الله جلت قدرته أن يكون داعيا لأحد مات من المشركين مات على القفر بحال أبدا فلم يعد يدعو ثم لما مات أبو طالب نالت قريش من النبي حتى قال هو صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش حتى مات أبو طالب يموت أبو طالب وبعده بأيام تمرت خديجة أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي فيمنع الأزى بالجسد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة التي تواسي النبي صلى الله عليه وسلم فتمنع عنه الأزى الحسي التي تواسيه وتناصره وتؤازره تمرد خديجة رضوان الله عليها فتموت خديجة رضوان الله عليها ويسمى هذا العام بعام الحزن مات أبو طالب وماتت خديجة وذهب النبي إلى الطائف فضربوه وأغروا به السفهاء وأغروا به الغلمان صلى الله عليه وسلم والنبي الهمام صابر لربه محتسب يدافع ويريد ويحزن عليهم حتى يأتي إليه الملك فيقول له يا محمد إني قد أمرت أن أكون طوع أمري لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين ضربوه وهم الذين قاتلوه وهم الذين طاردوه وهم الذين آذوه وهم الذين سبوه وهم الذين قاتلوا وقتلوا من آمن معه صلى الله عليه وسلم من مثل سمية يضربها أبو جهل بحربته في موطن العفة منها فتموت وياسر وعمار ظل يعذبون بعمار حتى يموت ويعذبون ياسر حتى يذهب عقله فلا يدري ماذا يقول ويأتيه الملكان فيقول له لو أمرتنا أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كيف عانى هذه المعاناة في هذه ثلاثة عشر عاماً والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني من الأذى وهو يصبر ويحتسب والله تبارك وتعالى يتكفل نبيه يتكفل نبيه صلى الله عليه وسلم معنى تصلها تفي فضل الخط فصل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني هذه المعاناة انظر إلى عظمة نبيك وانظر إلى سيرة نبيك ثلاثة عشر عاماً في مكة فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر ولا يهاجر معه ولا يخرج معه إلا هو هو وأبو بكر فينزل في الغار ويخرج كفار قريش يريدون أن يلحقوا برسول الله والنبي في الغار والنبي في الغار يقول له ثم يخرج من نبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينصرفه هو وصاحبه ويلحقه ويدركه سراقه ابن مالك يدرك رسول الله وهو على فرسه كلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار فرس فيقع وتقع فرسه كلما يريد أن يحاول وقد أرصد أهل مكة له مئة من الإبل وقد عهدهم أن يأتي إليهم بمحمد حياً أو ميتاً فقال سراقه كلما اقترب من النبي بمقدار فرس فرس أي بمقدار متر ونصف بمتر وسقط سراقه وسقطت فرسه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد والله إني لأعلم أنك رجل ممنوع فقل لي شيئاً أعد به إلى القوم حتى إذا ما عدت إليهم فقلت لهم إني قد رأيت محمداً لن يصدقوني فقولوا لهم النبي ارجع يا سراقه معنا في الصلاة هاتفي أم أحمد أيوة الفضل أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بك يا مشي الله يبارك في حضرتك حضرتك أنه مش متبع على الصلاة أوي يعني بس النفط في يعني بنساها الصلاة أو يعني مش متبع عليها أوي وكلما صلي بتجني زي دي النفط ما أقدرش أكمل أعمل إياه أنا عشان عايز أنا أدوم على الصلاة يعني على كل عاوز أتواص بها على الصلاة أو أنت يا أم أحمد عرف عقوبة ترك الصلاة مظبوط؟ أيوة طبعا طيب جربت يا أم أحمد الراحة النفسية اللي الإنسان بيجدها عندما يكون في صلاة أيوة طيب أيوة أيوة طبعا أنا مش هقولك أم أحمد عقوبة ترك الصلاة لأن أنت ما دمت تسألي فأنت جواك خير اتفضلي وأنا أجاو بحضرتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلاد مش ريحنا منها أرحنا بها حصل حلنا اليوم أن الصلاة عندنا تبقى أهم وتعب وميجي يصلي متدايق مهموم حاسس أن عليه شيء عاوز يتإخلص منه أنا ما صلتش أنا متدايق عشان أنا ما ما صلتش عشان أنا عاوز أخلص من الصلاة أنا عاوز أخلص بها عشان أبقى ما وريش حاجة النبي ما كانش كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مهموما حزينا كان يكون به ألم به واجعة فلا يجد أنثه ولا يجد راحته ولا يجد متعته ولا يجد سعادته إلا وهو واقف بين يدي الله فيقول أرحنا بها إحنا تعبنين عاوزين نستريح نخش بالصلاة أزن يا بلال عشان نقف بالصلاة نقف قدام ربنا أستحضر هيبة الله أبقى واقف مني إلى الله بيني وبين الله الله أمامي بيني وبين قبلتي أرحنا بها يا بلال فتطمئن نفسه وينشرح صدره بصلاته لربه هذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم أن تكون الصلاة هي الراحة هي المتعة الجسدية وهي الراحة النفسية عندما تقف بين يدي الله إنت ما أنت شوائف أمام ملك ما أنت واقف بين يدي ربك تبارك تعالى نخرج فاصل ونعود نكمل إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود إلى حديثنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة يتعرض من الماكرين من الحاقدين على دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هجمة شريثة يريدون أن ينسيءوا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهيهات فإن الله تبارك وتعالى عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى هو الذي رفع له ذكره والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى أمره صلى الله عليه وسلم معنا اتصال هاتفي الأستاذة نور ألو أيها فانة فضلي السلام عليكم وعليكم السلام بيك يا سيخ الله يبارك في حضرتك جمي بارك فيك والله وفيت ومشاء الله عليك جمي بارك فيك الله يبارك فيك كتير قلنا بالجمعين على التلفزيون وان شاء الله كلام ممتع كتير كتير والله ربنا يبارك فيك سؤالك أستاذة نور فهنيئا لنا نحن المسلمين بهذه الهدية الرضانية التي لا تقدر بثمن فعلينا أن نشميه ونطيعه بأبي وأمي وروحي يا حبيبي يا محمد سأقول إلى جميع من أساء إلى نبينا كفاكم أساء إنكم لا تعرفون هذا النبي بحق المعرفة بعقولكم المتخلفة للأساء أتريدون أن ينزل الله عليكم غضبه؟ ألم تعلموا أن كارونا جنبا من جنود الله؟ فكفاكم أساء إلى حبيبنا اللهم إننا براءة منهم اللهم لا تعذبنا من فعله السفهاء منا وحسبنا الله ونعم الوثيل نحب من يحبه ونعادي من يعاديه بأبي وأمي وروحي يا حبيبي فكفاكم أساء إلى حبيبا أشكرك كتير يا شيخ على تحت هذه الفرصة إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اللي بأشكرك على المدخلة اللطيفة دي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا أستاذ نور نصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعل أفضل ما في الحلقة أننا نكتر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر موقف تعلم فيه كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم معنا حتى تعلم أن الله ناصر دينة والله تبارك وتعالى ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم بدأ النبي مستضعفا صلى الله عليه وسلم دعوة أبو جهل أبي بن خلف عقبة بن أبي معايد شيبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة عقبة بن أبي معايد صنى ضيد الكفر كانوا جلوسا في مكة في بيت الله الحرام والنبي الهمام صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ساجد لله صلى الله عليه وسلم النبي يصلي فسجد فنظر بعضهم لبعض وقال أبو جهل من منكم يقوم إلى جزور إلى جمل قال فلان فيأتي بسله يعني يبحى ويجيب الأمعاء بداخلها ما به من قذارة في الداخل فإذا ما سجد استتم محمد ساجدا وضع ذلك على كتفه وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ سؤال هاتفي أستاذ دونيا نعم نعم أي وفند تفضلي أي السلام عليك تفضلي أستاذ دونيا أستاذ دونيا طيب شكرا أستاذ دونيا طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يسكت أبو جهل يشير عليهم أن يقوم واحد منهم فيذبح الجمل ويأتي بما في داخله من قذارة إذا سجد محمد في أطهر مكان على ظهر الأرض وأطهر رأس وأطهر جسد على ظهر الأرض ويأتون بأكبر شيء على ظهر الأرض نجاسة ويضعها فوق كتف وفوق رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما استتم ساجدا وسجد النبي وانبعث أشقى القوم فأتى بفرسها وثلاها الفرس اللي هي القزارة التي تخرج من المعدة والسلل اللي هو المشيمة عندما بعدما تلد الناقة المشيمة شيء مستقضر جدا فلما سجد النبي وضعوا ذلك فوق كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل النبي ساجد لأن النبي لو قام فرفع رأسه صارت النجاسة إلى بقية جسده فاستتم النبي وظل النبي ساجدا فانطلقت جارية ذهبت جارية إلى فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بما حدث لأبيها فجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فنحت ما صنعه عليه القوم وغسلت عن أبيها سيابة ثم أقبلت على القوم تسبهم تشتمهم ثم أغرف عن نبي يده اللهم عليك بقريش اللهم عليك بعمر بن هشام اللهم عليك بشيبة بن ربيع وعقبة بن أبي معين وسمى ناس ممن كانوا جلوسا عنده يقول عبد الله بن مسعود راوي الحديث في الصحيحين فوالله لقد رأيت كل من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر في القليب يسحبون على وجوههم استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صنعوا ما صنعوا ولم تأتي إليه إلا فاطمة بنته هي بنت صلى الله عليه وسلم نحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا يضحكوا يقولوا لو كان له ولد لجاء مالوش راجل صلى الله عليه وسلم إنه أبطر يعيرونه صلى الله عليه وسلم أن النبي أبطر إذن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست في زماننا هذا وفقط بل الإساءة ممتدة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة جاء فيها النبي قالوا أبطر مقطوع العقب ليس له ولد لا يحيى له ولد جاء إبراهيم ومات جاء ابنه القاسم ومات ولم يحيا له إلا الإناس صلى الله عليه وسلم فأخذوا يعيرون النبي ويقولون هو أبطر فأنزل الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر يقول لأولوها محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر نهر الكوثر في الجنة صلى الله عليه وسلم الله أعطاه نهر الكوثر والنبي فيه هو السقاء وعدد كزانه بعدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لا يضمأ من بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم قالوا أبطر مقطوع العقب فقال الله إنا أعطيناك الكوثر فصلي صلي يا محمد لربك وأنحرك إن شانئك أي مبغضك هم يبغضونك هم يكرهونك إن شانئك هو الأبطر هم مقطوع العقب ليس أنت يا محمد كن لي بالله عليك من من هؤلاء المجرمين يذكر اليوم إلا واللعنة عليه وأما النبي صلى الله عليه فكل المؤمنين أبناء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم وأما هم فلا يذكر أحد من أبنائهم ومن ذكر فاللعنة عليه إن شانئك أي مبغضك هو الأبطر صلى الله عليه وسلم انظر كيف تكفل الله بنبيه كنت أقول قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة ونزل بالغار وقال له أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا صلى الله عليه وسلم فرد عليهم نبي ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا خرج ورأه سراقه ابن مالك فأخذ فرسه يسير خلف النبي كلما كان بينه وبين النبي بمقدار فرس أي بمقدار مترين أو متر ونص سقط سراقه من على فرسه وسقط فرسه فنادى النبي فقال له النبي ارجع يا سراقه يقول يا محمد يقول ارجع يا سراقه قال يا محمد والله إني لأعلم أنك رجل ممنوع يعني أنت رجل معصوم وأنا مش أقدر أصلك ولكن اعطني شيء إذا عدت إلى أهل مكة فأخبرتهم أني قد رأيتك يصدقونني فقال لهم النبي عد فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب يا أبا بكر من محمد رسول الله إلى سراقه ابن مالك يعيدك سواري كسرى وقى قسرى فقال له سراقه قسرى فارس قال نعم قال له أنت خارج أنت وصاحبك فرين هاربين قال نعم فمات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الخلافة بعده لأبي بكر ثم كانت خلافة أبو بكر فقال عمر بعدما فتحت له الدنيا وأتى إلي خزائن قسرى فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أين سراقه ابن مالك قال نعم يا أمير المؤمن وكان رجل عجوز قال له اعطني خطاب رسول الله يوم الهجرة فأخذه عمر بن الخطاب وقال وقرأه عليهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى سراقه ابن مالك يعيدك سواري قسرى فقال عمر صدق صاحب هذا القبر قم يا سراقه فخذ سواري قسرى كما وعدك رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم الله رعيه والله حافظه وإن حقض عليه الحاقدون وما عليكم يا أمة النبي المأمون إلا أن تتبعوا سيرته ولا تسيءوا أنتم إليه بإعراضكم عن دينه ونسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه في نهاية الحلقة أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى لقاء آخر إن شاء الله